بنفس الوقت يلي انطلق فيه مشروع فيلم قديسة فيرونيكا بيطاليا بدأ ايضا تحقيق المشروع التاني بلبنان يلي هو بناء اول مزار وكنيسة على اسم قديسة فيرونيكا برات ايطاليا وخاصة بالامور اللي عشتها بخبرتي مع قديسة فيرونيكا مع خينجة المود كان عندي شعور عميء يعني يقين انه هالمشروع كتير كبير لدرجة اني ما كنت اسمح لحالي بتنقية المكان يلي لازم تتعمر فيه الكنيسة يتعمر فيه المزار في لبنان كنت مع الاخوة والخيات والجمعية عم نصلي تقلع بطريقة ما يفهمنا وين هو بناء ما كان هالعمل السماوي الكبير بعد اكتر من سنة صلاة يعني البعض هيك صاروا مستعجلين قلت له نعمل اخر تسعوية صلاة وبي اخر هالتسعوية اذا السماء ما كشفت لنا كان تقدم لنا اكتر من مكان بلبنان منطلع عند غبطة البطرك منقل له وين وين ما قدام لنا شو بيقول بنعمل بتكون ارادة الله ولكن ربنا اراد هو يتدخل باخر يوم من التسعوية كنا مجتمعين بالصلاة وبيوصل رجاله مارتو جان واندري نيكوزي بيقولوا لنا نحنا مطلوب مننا نعمر كنيسة للاديسة فيرونيكا اكيد تفجأنا كلنا سوا ومن سؤال لسؤال كيف قال نحنا بنتنا صار مع تدخل سماوي انه لو نخبرونا وخبرونا قصة انكتبت وفعلا تستاهل وحد يتأمل فيها ربنا لما بدوا يعملوا العمل كيف بيعملوا بيعملوا بالألم والخفية والصلاة والتواضع باختصار ماريا نيكوزي صبية عمر 21 سنة انصابت بمرض السرطان بعد بضعة أيام قالتلون لأهلا انه ربنا نقيها تكون نفس ضحية وانه رح تتقلم 15 شهر ورح تموت تاني سنة بيوم جمعة العظيمة وانه ربنا طلب مننا تقدم قليمة على نية الشباب والصبايا البعيد عن الله وهيك صار فعلا قبل بليلة من وفاتة يعني بخميس الأسرار اما قاعدة على يعني على إجراء على الفرشة بتسأله ماريا بتقول له ماما ليش عم تبكي 15 شهر وانتي تشجعيني وتدحكيني اما قالت لأ مش عم ببكي يا بنتي قالت لأ ما دموعيك عم بيقع على إجرية بقى اما بتنبها حالة بتنشف لهيك إجرية لابنتا بتبس ليهم بتقول له ماما اليوم خميس الأسرار يسوع بها الوقت بكل الكنيس عم بيغسل وينشف ويبوس إجرين تلميسه ماما قبل ما موت بدي أقلك ثلاث إشياء أول شي بشكريك على صهرك علينا وعينايتك وطالك منتبها مع مين رايحين ومع مين جايين لأنه ربنا فهمني أني كفرت علي خطايا وإهنات كتير للرب وأنه يفوت بطريق ما كان من سهولة أظهر منها تاني شي بتقل له بدي أبعث اس ام اس بتبعث اس ام اس لكل رفقيتها بالجامعة بالكرال هي كانت بثلاثة كرال بلبنان صوتها كتير حلو بتقل له نربي صعب يحب الشبيبة حب مميز عاطي كل واحد منكم كيس بيطلب منكم تفضوا من الخطايا بكرسي الاعتراف وتعبوا أفعيل محبة ورحمة وصلاة أنا سبقتكم على السماء ورح صلي لكم تلحقوني وفعلا بتقول إما أنه تاني يوم بدفنة كان سبت النور كان في عدد كبير مئات من الشبيبة والصبايا كلهم جايين بأميس بيضة هيكتفقوا بين بعضهم بآخر الدفنة بتشكرهم بتقولهم جيتوا بأبيض أنا بنتي اليوم كانت بعرس مش بيدفن عرسها مع يسوع بالسماء تيكمل العرس والفرحة بذكركم بSMS الاعتراف بتقول أندري إما لمريا إنه خلص الدفنة ساعة أربعة بقيوا الشباب والصبايا يعترفوا عند الأبونا لله 11 ونص بالله فكلام بيحكي عن حيله ممثل بيقدر يعمله ففهمت إنه إما بنتها عم تشوف رؤيا بتقول لها ماما مش شايفة يا سوح حديك مش شايفة العذرة من تاني ميل بتقول لها أنا مش شايفة شيء بتقول لها ماما العذرة عم بتدلني على شقفة أرض ببلق صيبة ع أول الوادي عم تقول لي إنه هاي لجدي وعم بتقول لي اطلب مني كتوعديها هلا قبل ما موت إنه ع هالأرض بدو يتعمر كنيسة للإديسة فيرونيكا جولياني هي ماريا أسناء مرضها كانت تعرفت ع هالإديسة وحبتها وقرية حياتها وحملة تخيري لقلة بتقول لها ماما العذرة قالت لي إنه صار لحوالي 300 سنة ناطرة هالكنيسة وفعلا إما هيك بتوعد ونحنا لما وبنتها ماتت فورا من بعد لما سمعنا هالخبرية كانت الإشارة الواضحة إنه هون لازم يتعمر أول مزار لإديسة فيرونيكا تاني نهار بدل ما نطلع عند غبطة البطرة كعب كركي جينا مع سيدنا بيلوني وعدة أشخاص برمنا بالأرض بزخئر إديسة فيرونيكا وبيركنيها وبلش المشروع بتماني أيلول ألفين واربع عشر وضع سيدنا راعل أبرشية سيدنا زيدان ابن لقصايبة حجر الأساس وبلش المشروع بعينيه اللي هي كبيرة نحنا كان معنا خمستاشر ألف دولار ربنا فاض نعم علينا بسرعة مزهلة يعني بسنة وشهر بأخر تشرين الأول 2015 دشن الدير وانتقلوا الرهبات على الدير حضروا بإديس التتشين وإجا كمانا من فرق الصلاة من إيطاليا وكانت نعمة كبيرة كتير ومن يومتا طلق هالبازار بعدد ما حدا كم توقعوا من الحجيج والزائرين والتوبات والاعترافات والصلاوات المكسفة ونحنا هلأ يعني فينا نقول أنه بصدد إكمال هالمشروع لأنه تدفق المؤمنين علينا خلى أنه على هالفترة المرأة سنة وشوي يعني ما نلحق إلا خدمة المؤمنين هلأ نطلق الأسم الثاني من المشروع مشان نقدر نأمن مواقف مشان نعمل أنا بسميه ميزي معرض عزراء فاطمة لأنه هون دير قلب مريم كنيسة إديسي فرونيكا وفي مزار عزراء فاطمة هالمعرض رح يكون بشكل بين صور وكتيبة بيمرقوا الناس بكل المعرض رايح جايب بيطلعوا فهمينين شو هو التكريس أهمية عزراء فاطمة ليش البابا يوحن أبولو ستين يعتبروا مهم اليوم أكتر من وقته وخطير جدا ليش حوالي يغتيل وجان بولدو كيف كرس العالم أهمية تكريس لبنين لقلب مريم بيطلعوا فهمينين أنه لازم مثل ما عنا تقول العدراء يشدوا حيلهم بالصلاة وبالسجود وأيضا رح نعمر نقل راد كبالة السجود المتواصل أحد أهم أهدافها المزاري يصور فيه سجود متواصل للقربين الأقدس ورح نعمل بروحانية إديسي فرونيكا بالحرش يلي تحت الدير 14 ملح لتضل بالصليب تالناس كمان بهالصلاة التقوية يكون فيه خلاص نفوس كتير فإن شاء الله بصلاتكم وبتدفق المساعدات والعينية الإلهية مثل ما ربنا عمل بأول مرحلة إن شاء الله بأسرع وقت كل هيدا الشي يتم وإديسي فرونيكا فعلا دخلت بحياة أشخاص وشفيتهم وساعدتهم وتوابتهم تلكل الضامن وتهالمشروع السماوي مشي ترجمة نانسي قنقر